السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم وبنعكد على تبسيط العلوم النهاردة بنبدأ في فرع جديد هو مش جديد احنا اشتغلنا فيها بالتبس النظري ده اول فيديو لتجارب العمل الفيديو اللي بنتكلم النهاردة عن الدياليسز او الفصل الغشائي ايه الفصل الغشائي يعني بنفصل مركبين لو موجودين مع بعض بنفصلهم من خلال غشاء غشاء شبه منفذ زي الغشاء بتاع الخليج طيب بمعنى اخر ازاي حنقيس القدرة دي او الفصل الغشائي احنا عايزين نقيس قدرة المحليل الحقيقية زي ملح الطعام مثلا او المحليل الغروية زي محلول النشا مثلا على المرور او النفاذية من خلال اخشية شبه منفذة زي الغشاء البلازمي للخليج طيب التجربة دي حنعملها ازاي التجربة دي بكل بصافة هنروح كده بنصمم تجربة بالشكل ده كده بيكون عندنا حامل عندنا كأس موجود وعندنا خيط مربوط في اخره سلوفان باق ايه السلوفان باق دي او كيس السلوفان كيس السلوفان بكل بساطة زي ما احنا شايفين كده عبارة عن مادة السلوفان هي غشاء شبه منفذ زي غشاء البلازمي للخلية بنبتدي نجهز النبيب بالشكل ده كده وبنحط جواها السائل اللي احنا عايزينه وبنربطها ممكن امش السائل المحلول وممكن جوا هنا يكون سوديوم كولوراية لوحده محلول الملح الطعام بس او النشا لوحده او بنحط الاتنين مع بعض برا هنا بيكون محطوط المية بيكون محطوط مية اللي هو السائل اللي دايب فيه اللي هو المذيب لان محلول النشا دايب في مية اللي احنا حطينه جواه والسوديوم كولوراية او ملح الطعام برضه حيبقى دايب جوا في مية يعني جوا هنا في مية ومعاها ملح ومعاها النشا او الملح الواحده او النشاء الواحده خلاص وممكن العكس ممكن احطه واحد هنا يعني احطه هنا الملح وحطه برا النشق او العكس وهكاس يعني هنشوف فيه التباذيل وتوافيل كثيرة جدا ونبتدي نحطها في فيه طبعا ممكن يكون لها كليبس بنحطه بالشكل ده في الكاس او بنربطها بخيط وبيبقى مدلة بهذا الشكل طيب الحاجة التانية اللي احنا عايزين نكشفهم اللي احنا هنشتغل عليه احنا بنشتغل عليه ملح الطعام بيكون دايب ما بيكونش لي لون يعني لو دوبناه مش هيبقى ليه اي لون شفاف النشا لو دوبناه حيبقى لونه ابيض بالشكل ده اليود لوحده بيبقى اصفر بالشكل ده حسب التركيز بتاعه ولو اليود يتحط مع النشا بيدين اللون الازرق زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده بنفسه الغامق او الازرق يبقى دي الوان لازم اللي احنا عارفينها في الاول طيب اعملنا ايه احنا عايزين نفس المحلولين مع بعض فاجئنا في التجربة بتاعتنا روحنا هنا السيلوفان باج اللي هي دي اللي هي كيس السيلوفان اللي جوه ده حطينا فيه الحاجتين محلول النشا وملح الطعام وبرا هنا فيه مياه وبعد مرور فضرة من الوقت خدنا من المياه اللي برا دي انبوبتين الانبوبة رقم واحد اللي هي العليمين دي والانبوبة رقم اثنين طب تمام حلو طب احنا عايزين بقى نشوف ملح الطعام هو نفذ يعني حصل له مرور لبرا ولا النشا ولا اللي اثنين حنشوف مع بعض حنيجي الاول هنا التجربة حنيكشف عن ملح الطعام فجبنا السيلفر نيتريت اللي هو نطرات السيلفر خدنا نقطتين حطناهم على الانبوبة رقم واحد فكانت النتيجة اول ما حطناه ابتدى يتكون رصب ابيض ده دليل معناه ايه اتكون لان احنا حضرتك نطرات الفضة بالشكل ده وده ملح الطعام لما حطينا نطرات الفضة حسب التبادل مزدود فتكون نطرات السوديوم ده سائل والراصب الابيض بقى اللي هو كلوريد الفضة اللي هو بالشكل ده كده فده كان الراشد طيب يبقى المشاهدة بتاعت ده تكون راصب ابيض ده مشاهدة اللي انا شفته بعناي طب بنعلل ده بقي تقيت عليه يعني الراصب الابيض ده ايه 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 ابرا عن ايه ابرا عن تفاعل ملح الطعام مع نطرات الفضة وتكون كلوريد الفضة جميل مش محتاجين نخش في الكيميا طب بستنتج من كده ايه يعني كون ان هو انا حطيت احنا حطينا فين حطينا النقط دي بتاع تلات الفضة حطناها في المية اللي احنا خدناها من بره مش اللي جوه ستلوفان فاللي بره ده المفروض مية بس يعني لو كانت الملح الطعام ممرش ما كانش هيحصل حاجة يبقى مجرد تكون راسب ده من استنتج ان ملح الطعام ده له القدرة على النفاذية من الاخشية شبه المنفذة ليه ليه هو قدر يمر لانه محلول حقيقي ده التفسير يعني جزء الاخير ده اللي هو لماذا كذا ده التفسير طيب نروح بقى عايزين نكشف يبقى ايزا ملح الطعام عدة طب نعمل نفس التجربة بس هناخد هنا ايودين نقطتين يود ونحطهم على الانبوبة رقم اتنين اللي احنا برضو وقدنها من الكأس من بره لقينا بقى لونها طبعا حطينا النقطتين بالشاخ ده لونهم اصفر ما تكونش اللون الازرق اللي احنا قلنا عليه لو حصل الاتنين مع بعض طب يعني اللون فضل اصفر زي ما هو كده اه يبقى اليود اللي انا حطيته ملق نشا المشاهدة بتاعتي يظل لون اليود كما هو دون تغيير طيب بعلل ده بايه ان ما فيش نشا مهلا في نشا كان بقى لونه ازرق طب ليه ما خرجش النشا لان النشا ليس له القدرة على النفذية من الاخشية شبه المنفذة لما اقول لماذا اللي هو بقى تفسير الاستنتاج ده لانه محلول غير المحلول غربي يعني ليس له القدرة على المرور من الاخشية شبه المنفذة طب دي تجربة عشان نتأكد ان احنا فهمنا تعالوا نجرب مع بعض كده نشوف التجربة دي لوانا عملت التجربة بالشكل ده كده حطيت في السلوفان باج هنا يود وبرا ها حطيت ميا بنشا طيب اه اه ايه بقى اللي حصل بصيت لقيدها بقى لونها ازرق يبقى المشاهدة بتاعتي تكون لون ازرق غمق في الكأس التعليل ان اللي معناها برا كان فيه هنا نشا بس اللي خلاه بقى لونه ازرق معناها ان في يود خرج من طلع منين من السلوفان باج اه يبقى تفاعل اليود مع النشا هو العطية لونه ازرق طب بستنتج من كده ايه بستنتج من كده قدرة ان اليود له القدرة لانه حقيقي محلول حقيقي جزيئاته الصغيرة له القدرة على النفاذية من الاخشية شبه المنفذة ليه هو عدة لانه محلول حقيقي طيب اقدر اسأل سؤال تاني صعب التجربة شوي اقول اه طب ليه لماذا لم يلاحظ تكون اللون الازرق داخل الكيس التيلوفان يعني اللون الازرق هنا بقى بس ليه ما تكونش لون ازرق جوه كيس التيلوفان لان النشا عدم قدرة النشا اللي هو الغروي على المرور الى داخل السيلوفان اللي هو العشاء شبه المنفذة ده تحور للتجربة طيب نشوف تجربة تاني عشان تأكد نحف اهمين ولا لا اهو بالشكل ده كده المشاهدة بتاعتي تكون لون ازرق خلاص داخل الكيس برا هنا في يود والسيلوفان باك دي محطوط فيها مية بنشا اللون الازرق بتكون برضو بس تتكون جوه اه يبقى ليه يبقى التعليل اهو طب الاستنتاج ان اليود له القدرة على النفاذية من العشاء شبه المنفذة السبب بقى التفسير يعني لانه محلول ايه حقيقي طب بقى ده صعب التجربة او لماذا يلاحظ تكون لون ازرق في الكأس لان هنا النشا خلاص اللي جوه ده ما يقدرش يخرج عدم قدرة الغروي على المرور من داخل السيلوفان ما طلعش برا يبقى اللون الازرق دليل على تفاعل النشا مع اليود حسب بقى هو اتكون فين لو اتكون برا زي التجربة دي كده يبقى مين اللي مر يبقى اليود طلع من النشا جوه لبرا يبقى هو اللي اتحرك اليود النشا متحركش وعشان ااكد عمدت التجربة بالعكس حطيت النشا هو اللي هو واليود اللي برا فايه اللي حصل ان اليود هو اللي دقل جوه وهكذا يبقى احنا بتشوف تبديل وتوافق للتجربة لان انا مش من انصار ان نجيب التجربة زي ما هي بالشكل ده كده واقول للطالب المشاهدة كزا والاستنتاج كزا والتعليل كزا ولو جات لك هتكتب كزا الكلام ده الحقيقة مش مزبوط اولا انا طبعا ما بحبش ان الطالب هو اللي يقعد يعمل في التجربة الا زي كان في امكانيات و في وقت مفيش انا بشرح له زي كده لكن يبقى اقول له دور الطالب بقى ان هو لما يشوف كده يكتب ده يقدر يكتب ده لكن مش شرط يحفظ يعني التجربة لو شافها بالشكل ده لكن اقدر اجيب له بدائل ليها بالمنظر ده ان اقدر احور فيها بحيث اتأكد هو فاهم ولا مش فاهم اه يعني ان كنت وفقت في هذه التجربة في من الله وان كنت لقد الله اخفقت او شيء غامض فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء او ايه سمعة او كبر يا رب فوضعوا واتقيد لنا من يدعو لنا بظهر الغيب يا رب ان شاء الله دون ان يعرفنا او يقابلنا او يكون في بنا مصلحة من احسن الرزق ان الواحد يقيد له شخص يدعو له بظهر الغيب دون ان يعرفه او عشره او حتى يعرف شكله وده بيسعد الواحد الحقيق اتمنى لكل طلاب التوفيق والنجاح وقبل كل ده ان شاء الله يزم عشان يحصل يكون في فهمة في الاول لان ده هيخلي عندك فهمة اكاديمية وتفكير منطقي تقدر تحلل بيه الامور ويقلل قدرتك ويقلل احتياجك مش قدرتك على الحفظ ان شاء الله بالتوفيق لجميع والى ان نلتقي في فيديو قادم اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته